حدثنا إسماعيل بن محمد وهو أبو إبراهيم المعقب حدثنا مروان يعني ابن معاوية الفزارية حدثنا منصور بن حيان الأسدي عن سليمان بن بشر الخزاعي عن خاله مالك بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فلم أصل خلف إمامين كان أو جزا منه صلاة في تمام الركوع والسجود حان الوليد بن مسلمين حدثنا أبن جابر أن أبا المصبح الأوزاعي حدثهم قال بين نسير في دربق لم يتا إذ نادى الأمير مالك بن عبد الله الخفعمية رجل يقود فرسه في عراض الجبل يا أبا عبد الله ألا تركب قال أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أغبرت قدمه في سبيل الله عز وجل ساعة من نهار فهما حرام على النار حثنا وكيع حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي وعليثي بن المتوكل عمالك بن عبد الله الخفعمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار حثنا عفان حدثنا وكيع حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا منصور بن حيان حدثني سليمان الخزاعي عن خاله مالك بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما صليت خلف إمامين يا أم الناس أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما صلى الله عليه وسلم